السلام عليكم اهلا بكم في فيديو جديد في قناة كروشي باينات علي النهاردة الدرس التاني هنتعلم فيه السلسلة طبعا زي ما تعودنا هنعمل عقدة البداية في الاول الدرس الاول اتعلمنا فيه ازاي نعمل عقدة البداية وازاي كمان نعمل الدايرة السحرية وتعلمنا مسكة الابرة هسيب لكم اللينك في صندوق الوصف عشان اللي حابب يشوف طبعا احنا زي ما تعودنا الابرة بتدخل كده من ناحية اليمين في الدايرة اللي عملناها ولو حابين نوسع احنا بنمسك طرف الخيط القصير وبنشد الابرة كده الابرة الخيط بيوسع مع عينة عادي وبنشد كده بيتدق السلسلة سهلة جدا ومن اساسيات الكروشي وطبعا لازم ان احنا نكون بنعرف نعملها السلسلة عبارة عن ايه ان احنا بناخد اللفة كده على الابرة وبنسحب من الدايرة بيتكون معنا شكل السلسلة اللي هو حرف الفي ده تمام تاني بناخد لفة على الابرة وبنسحب بالراحة خالص بالشكل ده كده من الدايرة اللي عندنا يتكون معنا حرف الفي ده تاني بناخد لفة على الابرة وبنسحب وبنسحب من الدايرة بيتكون معي السلسلة زي ما انت شايفين كده سهلة جدا وبسيطة هي مش متعبة خالص هعملها معاكم الاول تاني اول حاجة احنا بنعمل عقدة البداية تمام وبعدين بناخد لفة على الابرة كده وبنسحب من الدايرة تمام بناخد لفة على الابرة ونسحب من الدايرة كده بناخد لفة على الابرة ونسحب من الدايرة كده لفة على الابرة ونسحب من الدايرة كده لفة على الابرة ونسحب من الدايرة بالشكل ده شايفين السلسلة تكونت معي سهلة جدا وبسيطة وطبعا لازم نكون بنعرف نعملها في اساسيات الكروشي طبعا مع التمرين ومع الشغل الكتير هتتعودوا عليها وهتبقى سهلة جدا بالنسبة لكم وكمان هتحبوا ان انتو تشتغلوا ده كان درس النهاردة السلسلة ان شاء الله الدرس التالت هيبقى الغرز بقى بتاعت الكروشي هنتعلم غرزة ورزة مع بعض بكل بساطة طبعا لازم الخيط يكون تخين يا جماعة اللي بنشتغل به لازم يكون خيط تخين ساميك يعني او متوسط زي كده ما ينفعش ان هو يكون رفيع خالص وانتو لسه بتتعلمه تمام وطبعا الابرة ما ينفعش برضه تكون صغيرة احسن مقاس للابرة اربعة ونصف او خمسة مليمتر ده المقاس المناسب للمبتدئين يعني اللي هما لسه يتعلموا تمام هعملها معاكم كمان مرة هنعمل اقودة البداية زي ما قلتلكو اقودة البداية شرحتها بالتفصيل في الدرس الاول وهسيبلكو برضو زي ما قلتلكو لينك الفيديو في صندوق الوصف بناخد لفة على الابرة ونسحب من الدايرة كده لفة على الابرة ونسحب من الدايرة طبعا بنمسك طرف الخيط القصير ده عشان نتحكم في الشغل بتاعنا يعني لو همسكنا وش بالسوق الابرة هتلف مننا لازم احنا نمسكه لفة على الابرة ونسحب من الدايرة لفة على الابرة ونسحب من الدايرة لفة على الابرة ونسحب من الدايرة بكل بساطة كونت معي السلسلة بالشكل ده كده شايفين بصوا بقى دلوقتي هوريكوا السلسلة مكونة من دلعين وحلقة في الظهر كده تمام فالدلعين دول اللي هم على شكل V دول او رقم سبعة من دلع خلفي ودلع امامي تمام ده الدلع الخلفي وده الدلع الامامي اللي هو وشه ناحيتي ده تمام كده وكمان الحلقة اللي هي في الظهر دي زي ما انتم شايفين كده يبقى السلسلة مكونة معايا من دلعين دلع خلفي اللي هو ودلع امامي اللي هو تمام كده وطبعا الحلقة اللي في الظهر دي ما ننساهاش لما نيجي نعد بقى السلسلة عشان ما تطلقوا بقى توجكا مبتدقين طبعا بصوا لما نيجي نعد كده واحد اتنين تلاتة اربعة يعني هتحسوا انه هو ممكن يكون سعب عليكم فالاحسن ان انتم بتعدوا من الجنب كده واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة عشرة احداشر اتناشر اتناشر تلاتة اربعة عشرة يعني من الجنب احسن لكم عشان ما تطلقوا بطوش ده كان درس النهاردة استنيني بقى باذن الله في الدرس التالت اشتركوا في القناة